مقاطعة كندية تفتح باب الهجرة لها لسنة 2024 أفضل ميزة في المقاطعة هذه أنها تجيبك خلال 7 أيام فقط يعني أنت قدمت على البرنامج بعد أسبوع المقاطعة ستجيبك عبر الإيميل اللي سجلت به مش مطلوب منك اختبار في اللغة والسن المطلوب من 21 سنة حتى 59 سنة يعني عمرك 21 سنة 30 سنة 50 سنة حتى إذا عمرك 59 سنة أنت مؤاهل للتقديم أيضا البرنامج مفتوح لكل الجنسيات مهما كانت دولتك يمكنك التقديم وأنا اليوم سأقدم لكم كل المعلومات وتريقة التقديم على البرنامج خطوة بخطوة ادعمنا بلايك تجيب علينا وإذا كنت جديد في القناة ومهتم بالهجرة بطريقة مجانية اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد مقدمه أول بأول كما تشاهدون أمامكم من الموقع الرسمي لمقاطعة الأمير إدوارد المقاطعة هذه أنا في العام الماضي سبق لي وتكلم عن برنامجها والحمد لله تقبل فيها متابعين المقاطعة فتحت الأيام هذه برنامج الهجرة من جديد حتى تستقطب مهجرين وتشغلهم في الوظائف المتاحة ولفيها نقص داخل المقاطعة مقاطعة الأمير إدوارد يا جماعة كل مرة تفتح الهجرة حتى تستقطب عمال الجانب في مجالات محددة يعني المقاطعة تابع المجالات والقطاعات لفيها نقص عماله من بعد تفتح برنامج هجرة حتى تستقطب عمال في القطاعات لفيها نقص عماله وتوسلهم بأصحاب العمل لتالبين عمال يعني أنت اليوم وجدت مهنتك أو قطاع يتبع عملك تقدم على البرنامج وترسل طلبك من بعد المقاطعة تأرض ملفك لأصحاب العمل لتالبين عمال في تخصصك وإذا واحد فيه مقتنع بمهاراتك وحاب يشغلك معه يتواصل معك وتتفهمه على تفاصيل العمل والعقد من بعد يرسلك عقد عمل رسمي حتى تقدم بها على الفيزا وهي فيزا العمل المؤقتة وتهجر الكندا وتبدأ شغلك في المقاطعة هذه المراحل ليست امر بها من عملية تقديمك حتى وصولك وبدأ شغلك في كندا حسنا هذه قطاعات المطلوبة حاليا مطلوب عمال في قطاع رعاية صحية طبيب ممرضة مسجلة في سورة ما أنت تشتغل في قطاع رعاية صحية ولم تجد مهنتك تضع علامة على مجال عمل آخر في قطاع رعاية صحية وإذا وجدت مهنتك تضع عليها علامة مباشرة أيضا مطلوب عمال في مجال التعليم، تكنولوجيا المعلومات، مجال الضيافة، النقل، قطاع التصنيع وقطاع العلوم البيولوجية هذه المجالات المطلوبة حاليا طبعا أنت إذا وجدت مهنتك تضع علامة عليها مثلا أنا التباخ نروح القطاع الضيافة وضع علامة على مهنة التباخ إذا أنا مثلا مهنتي تابع القطاع الضيافة لكن لم أجدها أضع علامة هنا على مجالات العمل الأخرى في مجال الضيافة أظن أنه نقطة واضحة تماما حسنا بعد ما تضع علامة على مهنة كو المجال لإتباحها تنزل للأسفل وتضع اسمك الأول واسم العائلة والإيميل الخاص بك من بعد تعيد كتابته هنا حسنا من بعد ترفع السيفي الخاص بك سيرتك الذاتية وطبعا السيفي يكون على الطريق الكندية سأترك لكم في صندوق التعليقات طريق التصميم السيفي على الطريق الكندية بعد ما تحمل السيفي تضع علامة هنا وتضغط على حفظ والتيلي ستفتح لك هذه الصفحة ما هي جنسيتك جزائري مغربي تونسي مصري من بعد تضع بلد الإقامة الحالي يعني أنت الآن أين مقيم هل عمرك من 18 سنة إلى 59 سنة يعني إذا عمرك 18 سنة 20 سنة 30 40 إلى 59 سنة تضع نعم إذا أكثر من 59 سنة تضع لا حسنا هنا خاص باللغة إذا توجد اللغة الإنجليزية تحدد المستويه خبير أو متوسط أو أساسي يعني مبتدأ إذا لا توجد اللغة الإنجليزية تضع لا نفس الشيء بالنسبة للغة الفرنسية خبير أو متوسط أو أساسي وإذا لا توجد اللغة الفرنسية تضع لا هل أنت مهتم بالعمل بدوام كامل في جزيرة الأمير إدوارد هنا تضع نعم لأن أغلبية أصحاب العمل يبحثون عن أشخاص للعمل بدوام كامل إذا وضعت له فنسبة قبولك ستكون ذائلة جدا كم عدد سنوات الخبرة في العمل بدوام كامل لديك والتي ترتبط ارتباطا مباشرا بالمنصب الذي تقدم إليه سنة واحدة من سنتين إلى أربع سنوات أو أكثر من خمس سنوات ما هو وضعك الحالي؟ هنا ستكتب اسم وظيفتك الحالية الوظيفة لتشتغل فيها الآن تكتب اسمها هنا طبعا تكتبها باللغة الإنجليزية ما هي المناسب السابقة التي شغلتها؟ يعني لو أنت اشتغلت من قبل في أكثر من وظيفة تضع هنا الوظائف لشغلتها من قبل لو اشتغلت فقط في مهنتك الحالية ولأنت الآن تقدم بها تضع هنا غير متاح هل أكملت بنجاح على الأقل دبلوم المدرسة الثانوية؟ يعني هل حصلت على شهيد باكالوريا؟ إذا حصلت على شهيد الباكالوريا تضع نعم إذا لم تحصل على شهيد الباكالوريا تضع لا من بعد تضع أعلى مستوى دراسي وصلت له التعليم الثانوي، تدريب مهني، باكالوريوس، دكتوراه تحدد المستوى لوصلت له كيف سمعت عن هذه الوظيفة؟ هنا أفضل خيار تضع موقع الهجرة في جزيرة الأمير إدوارد وآخر مرحلة تقوم بالضغط على حفظ ثم إكمال وهكذا أنت تقدمت بشكل رسمي إذا تم قبولك ستصلك رسالة على البريد الإلكتروني بأنك تقبل وحسب المعلومات لوضعتها بشي حدد لك نوع المقابلة لتقوم بعملها مع صاحب العمل إذا تفهمت مع صاحب العمل على كل التفاصيل سيرسل لك دعوة عقد عمل رسمي حتى تقدم بها على الإقامة المؤقتة تابع برنامج International Mobility Program وتسافر إلى كندا بالتحديد إلى جزيرة الأمير إدوارد وتبدأ تشتغل في عملك فقط هذا كان كل شي في فيديو اليوم لا تنسى دعمي بلايك والاشتراك في القناة حتى يصلك كل جديد ستجد اللينكات في أول تعليق السلام